موسيقى اهلا بيديو كمان فيديو كمان للعالمة multi-sim هنكمل عليه إزاي نستخدم السورسس كمان وإزاي نيمس عليها وإزاي نستخدم function generator عشان نجب السورسس إزاي ما قلنا مرة اللي فاتت من هنا و power sources و dc او ac هنكمل إزاي نستخدم في ال dc ووصل resistance من basic resistor واختار مثلا كيلو ووصل معها diode والنوع اللي هنستخدمه في ال diode العادي 1N6484 ولازم عفل الدايرة بground من السورسس حالية هنا في ground وكمل توصيل الدايرة عادي واول واحدة حالية عندي المالتيمتر هنا ممكن نحط مالتيمتر المالتيمتر بإيس current و بإيس voltage فلو انا وصلته in parallel هاي إيس كده voltage ولو انا وصلته series هاي إيس current وبكده هبدأ وافتح ده وافتح ده واختار ده مثلا إيس لي current وهاي إيس ده هاي إيس current وده هاي إيس voltage نحن طب إزاي هستخدم ال function generator هلاقي تاني واحدة سماء function generator هدوس عليها هنا ورابعة واحدة الأسلسكوب نحط components بتاعتنا نشوف الأول إزاي الأوتبوت بتاع function من الأسلسكوب لو انا دوس double click هنا هايبان هنا frequency بتاعتي اللي انا هستخدمها واناك بسلا هستخدم 50 هرتز بالامبليتود 5 فولت ده اليونت بتاع الفولت ممكن نانو ممكن مايكرو ميلي فولت كيلو بس انا هستخدم فولت هنا واللي في النص ده بيبقى بيتوصل big ground وده هاوصله هنا وده اقفل big ground وافتح الأسلسكوب هلاقيه يرسملي sine wave كده هنا scale بتاعي time based اللي انا عملي horizontal axis هو time والvertical axis ده voltage ممكن لو قلت هيتول بالشكل ده بغير ال scale بتاعي وده برضه نفس الحكاية scale one division ب 5 فولت بالنسبة للشانل اي طبعا عايزين نحط اللي نستخدم the center type step في الزين نضاية هستخدم one end سبع van� tall 50A هنا مسلاً سا hot bodies في الضايد الاول ده. وعايزة في الضايد التاني. فابدأ ويجي مع بعض. عايزة افرق ما بينهم ممكن اغير الكلور بتاعي. من هناك هغير الكلور. خليه مسلا بلو. لازم مطفل عشان غيره تاني. وادي. ده بتاع الضايد التاني. وده بتاع بتاع الضايد الاول. اتمنى انتم تكونوا استفدتوا. شكرا.